بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ثم أما بعد أسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم شافعًا لنا يوم العرض الأكبر عليه وقائدًا لنا إلى رضوانه وجناته جنات النعيم فإن ربي هو الجواد الكريم وإن ربي هو السميع المجيب ثم أما بعد أيها الإخوة الأكارم الأفاضل في هذا اليوم المبارك في بلد الله المبارك نبدأ وقوفنا مع آيات سورة آل عمران بعد أن يسر الله سبحانه وتعالى الوقوف على آيات سورة البقرة فها نحن نبتدئ الوقوف مع آيات هذه السورة الكريمة ثالث سور القرآن بترتيب المصحف بعد سورة الفاتحة وسورة البقرة وسورة آل عمران سورة مدنية كسابقتها فإن سورة البقرة سورة مدنية وكذلك سورة آل عمران سورة مدنية وهذا بإجماع العلماء لأن سور القرآن تنقسم باعتبار النزول كما هو معلوم إلى قسمين إلى مكي ومدني وأن المكي كما هو معلوم أيضا ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هجرته إلى المدينة النبوية والمدني ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة النبوية ووفق هذا التقسيم تنقسم السور بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام فقسم متفق عليه أنه مكي وقسمٌ متفقٌ عليه أنه مدني وبعض السور وقع الخلاف بين أهل العلم هل هي مكيةٌ أو مدنية وهذا عددٌ قليل إذ أغلب تلك السور هي محلُّ اتفاقٍ في بيان وقت نزولها ومن ثم تصنيفُها هل هي مكي أو مدني ولا يغيبُ عنا أن ما يعادل ثلاثة أرباع سور القرآن من حيث العدد فهو مكي ومن حيث حجم تلك السور فإن قرابة الثلوثين من القرآن الكريم مكي فهذه السورة الكريمة سورة آل عمران مدنية وقلنا في سورة البقرة أن سورة البقرة مدنية وأنها كانت من أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة النبوية أما سورة آل عمران فإنها نزلت متأخرة عن سورة البقرة ولكن ليست أيضاً بفترةٍ طويلة لأن من ضمن ما تحدثت عنه هذه السورة المباركة قصة غزوة أحد ونعلم أن غزوة أحد هي ثاني الغزوات بعد غزوة بدرٍ بعد غزوة بدر فإذاً هذه السورة الكريمة هذا من وصفها ونعلم أن الزهراوين وهما سورة البقرة وسورة آل عمران وسميتا بهذا الإسم مأخوذٌ من الزهرة أو الزهرة والمقصود به النور فإن ما فيه ما من الهدى بحيث يكون من أخذ به فإنه يجد نورًا يزهر في طريقه في هذه الدنيا والمقصود نور الإبصار ولا ننسى ما كنا نردده ونحن نقف مع سورة البقرة عن قضية القرآن وطبيعة القرآن وأن الله عز وجل أخبرنا عن طبيعة القرآن فالقرآن روح والقرآن نور وكذلك أوحينا إليك كتابًا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتابًا وكذلك أوحينا إليك روحًا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورًا وكذلك أوحينا إليك روحًا من أمرنا فهذه طبيعة القرآن الله أخبر أن القرآن روح والله أخبر أن القرآن نور فالزهر وين قيل سميتا بهذا الإسم من الزهرة أو الزهرة لهدايتهما من أثرٍ على من اقتفى واتبع واستجاب وانقاد وأطاع لما ورد فيهما من الهدى فإنه يجد في طريقه نورًا يبصر به حقائق الأشياء فلذلك سميتا بهذا الإسم ومن العلماء من قال إن هذا الأمر متحققٌ حقيقةً النور يوم القيامة يوم أن يسير الإنسان على الصراط فإنه يجد ذلك النور أمامه يريه الطريق على الصراط فلا يسقط وذلك باتباعه للهدى الذي جاء في هاتين السورتين الكريمتين فإذن آل عمران إذن هي واحدةٌ من الزهراوين هنا قبل أن نقف مع آيات هذه السورة الكريمة وقف العلماء كعادتهم وهم ينظرون إلى سور القرآن ويجعلوا قارئ هذا الكتاب عندما يُقبل على قراءة السورة وخاصةً عندما تكون السورة طويلة الآيات فإنهم لأن من أعظم مقاصد هذا الدين إصلاح عقل الإنسان وترتيب فكره وأن لا يعيش مشوشًا بل قضية التوحيد إنما أكبر علاجٍ لها أنها ترتب فكر الإنسان وتُصلِح قلبه من تشتُّت الشرك فإن الشرك هو ذاك الإنسان الذي يجعل له مصادر متعددة يتلقى منها فالتوحيد قضيته وثمرته وعلاجه الرئيس هو معالجة هذا التشتُّت وأن يجمع لُبَّك وفكرك على شيءٍ واحد على مصدرٍ واحد على انقيادٍ لجهةٍ واحدة فيجمع فكرك على وحي السماء ويجمع لُبَّك على ربِّك الذي خلقك والذي أوجدك من العدم فلذلك هذا المؤمن لا يشعُر بذلك التشتُّت ولا يشعُر بالاضطراب ولا يشعُر بالتردُّت لأن له مرجعًا واحدة وله مصدرٌ واحد يستقي منه وله معبودٌ واحد يخضع له وله إلهٌ واحد يطلبُ رضاه فلذلك تجده من أكثر الناس راحةً وطمأنينًا ولذلك تجد هذا الإنسان ذا استقامة وذا نفسٍ مستقرة لأنه متى ما صار للإنسان مجموعة جهات كلٌّ منها تريد أن تأخذ منه نصيب فهنا يحصُن التنازع فقضية التوحيد هذه قضيتها العُلَماء نجدهم عندما يعرضون لتفسير سور القرآن ويقفون مع آياتها فإن من العُلَماء من يتفطَّن لهذا الأمر ويستحضر هذا القارئ لتلك الآيات والقارئ لتفسيرها فيريد أن يجمع فكره ولُبَّه حتى إذا ما قرأ تلك الآيات فإن بين يديه زمام يربط له تلك الآيات في وجهةٍ واحدة تُحقِّق له صلاحًا عظيمًا في نفسه وهذه حقيقة طريقة لطيفة العُلَماء يسلُكوها ويكون في ذلك عون لقارئ سور القرآن حتى يجد أنه قرأ السورة وأنه تحصَّل على زمامٍ عاصمٍ يكون فيه صلاح نفسه فعلى هذا الأساس ماذا قال العُلَماء فيما يتعلَّق بهذه السورة الكريمة وما هو زمامها الذي ينبغي أن يكون حاضراً معنا ونحن نقرأ آيات هذه السورة المبتدئة بألف لام ميم إلى خاتمتها وأيضاً العُلَماء يطرحون قضيةً ثانية وهي مسألة هذا الترابط بين سور القرآن وهذا الترتيب لهذه السور وبدأوا يتأملون وتأملهم إنما انطلقوا فيه استجابةً لأمر الله الذي أمرهم بالتدبر كتابٌ أنزلناه إليك مباركٌ ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب فلذلك هم ينطلقون استجابةً لهذا الأمر الرباني بالتدبر وأيضاً طلباً للهدى فالتدبر إنما ثمرته تحصيل الهدى فلذلك أيضاً رغبةً في تحصيل الهدى والترقي في درجاته ومنازله والرغبة في الوصول إلى أعلى درجاته فلذلك هم يتدبرون وعلموا أن شكر هذه النعمة العظيمة التي أكرم الله بها هذا المخلوق المكرم الإنسان وهي نعمة العقل إنما خلق الله عز وجل فيك هذه النعمة لتقودك إلى العلم به والعلم به جل جلاله إنما طريقه الأساس والرئيس هو تدبر آيات الله المقروعة ثم تدبر آياته المرئية المنظورة المشهودة في هذا الكون لأن الله أمر بهذا وأمر بهذا فأمر بالتدبر في آياته المقروعة كما سمعنا الآية كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وأمر بالتأمل والتدبر في ملكوت السماوات والأرض وفي هذه السورة ستمر علينا آيات عظيمة آيات عظيمة في هذا الباب وخصوصاً في أواخر السورة في تلك الآيات التي أبكت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأها إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض فأقول إذن عندنا قضيتين القضية إذن الأولى ما هو زمام هذه السورة وما هو لبها وما هو المقصد الذي سيقت له هذه السورة والمسألة الثانية ما هو الارتباط فيما بينها وبينما قبلها سورة البقرة وبينما بعدها سورة النساء فماذا قال العلماء فماذا قال العلماء إن من ألطف وأجمل ما قيل في هذا الأمر فيما يتعلق في الربط بين هذه السور الأربعة قالوا هذا الترتيب من بداية المصحف ونحن نعلم أن قضية الدين الأساسي قضية الإيمان قضية التوحيد قضية العقيدة قضية العبودية لله عز وجل وإفراده بها جل جلاله فقال العلماء سورة الفاتحة كانت جامعة للدين كله إذن السبع المثاني ما هي قضيتها أنها عرضت الدين بأكمله بأبلغ عبارة وأوجزها فشملت جانب الدين بأكمله فجوانب التوحيد الثلاثة توحيد الربوبية توحيد الألوهية توحيد الأسماء والصفات ثم العبادة والطاعة ثم مفاركة أهل الضلال كل هذا جمع في السبع الآيات فإذن بداية القرآن في سورة الفاتحة إجمال بكل ما جاء بعده بالتفصيل هذه سورة الفاتحة سورة البقرة قالوا هي سورة الكتاب المحيط بأمر الدين الدين والإسلام ومن أراد أن يعمل بالإسلام فالحاجة أولاً إلى ماذا؟ إلى معرفة المرجع والمصدر الذي يراد للإنسان أن يسير عليه فلذلك جاءت سورة البقرة وكانت البداية بماذا؟ البداية ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين فابتدأ بماذا؟ بقضية المنهج وبقضية التشريع والنظام الحاكم للإنسان سورة آل عمران قالوا زمامها قضية القيومية ما هو الأمر الذي سيدفع هذا الإنسان للقبول لذلك الكتاب أن يعلم أن الله عز وجل هو قيوم السماوات والأرض وأنه جل جلاله القيومية هنا قال العلماء بحيث أنها تحقق هذا المعنى في الرب أي القائم على كل نفس القائم على كل نفس بإحصاء كل ما عملت والمجازات عليه إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر فلذلك أول آية بعد الحروف المقطعة الله لا إله إلا هو الحي القيوم إذن عرض الدين كلياً على صورة الإجمال هذا في الفاتحة صورة البقرة زمامها الكتاب المنهج والمرجع والمصدر الذي يتلقى منه ما يمكن أن يكون استقامة واتباع لدين بدون كتاب فلذلك كان الحديث فيها عن الكتاب آل عمران ما هو الدافع للإنسان أن يستقيم على ما جاء في ذلك الكتاب وفي الشرع القويم وفي الهدى المستقيم الدافع علمه بأن الله هو الحي القيوم الحي إذن هو لا ينام ولا يسهو ولا ينبغي له أن ينام القيوم القائم على كل نفس بما كسبت لا يفوته شيء ولا يخفى عليه شيء ولا يغيب عنه شيء وكل ذلك يحصيه على العب القيوم القادر على محاسبته وعلى مجازاته في المعصية وفي الطاعة سورة النساء قالوا سورة النساء وهي تبتدئ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وهي قضية أن اجتمعوا على ذلك الهدى واعلموا أن القائم على كل نفس يدعوكم على أن تجتمعوا على ذلك الحق وأن تتعاونوا على العمل به فقالوا هذا الربط بين هذه السور الأربعة فيكون بهذا تحقق الربط في سورة آل عمران بما قبلها وما بعدها بما قبلها وما بعدها فإذن هنا قضية القيومية إذن هي زمام عظيم ولذلك قالوا أما القضايا التي تعرضت لها سورة آل عمران فإنها كما أنها طبعا وصفت عددا من المصطلحات القرآنية ومن أكثر ما وقف معه العلماء هنا قضية التقوى قضية التقوى المتقين وكيف أن السورة وسعت مضامين هذا الوصف فجعلت أن المتقين هم أهل الإيمان وهم الذين يدعون ربهم ولا يدعون غيره وهم أهل الصبر وهم أهل الصدق وهم أهل القنود وهم أهل الإنفاق وهم أهل الاستغفار وذلك كله وصف للمتقين لأن القرآن العظيم نجد فيه أن الوصف المهم ذو الأثر على الإنسان والمطلوب أن يتصف به الإنسان فإننا نجد في القرآن بتتبع نزول آيات القرآن بحسب تواريخ نزولها فإن ذلك أو تلك الكلمة المرادة يذكر لها معنى ثم يظل يتوسع ذلك المعنى في مضامينه فنجد هنا وصف المتقين إذا به يشمل من يقوم بهذه الأعمال كلها وأنه لا يستحق الإنسان أن يكون موصوفاً بوصف المتقين حتى يكون محققاً لهذه الأوصاف فهو مؤمن لا يدعو إلا ربه بل يدعو ربه ولا يدعو غيره وهو ذاك الإنسان الصابر في مواطن الصبر وذاك الإنسان الصادق وذاك الإنسان القانت في ليله وذاك الإنسان المنفق ورأينا في سورة البقرة تلك الوقفة الطويلة مع قضية الإنفاق هنا يأتي في وصف المتقي بأنه هو الإنسان المنفق من ليس منفقاً إذن هو لا يتصف بهذا الوصف ليس من المتقين ثم المستغفر يفعل كل ذلك ويخشى ويخاف يخاف من سريرته ويخاف أنه أصابه الدخن والدخل في صدقه مع ربه فلذلك هو يستغفر فإذن هذه قضية لكن إن نظرنا نجد أن سورة آل عمران تحدثت عن حدثين كبيرين الحدث الأول وهو الحوار والجدال مع نصارى نجران وقيل أن السورة نزلت لأجله والحدث الثاني غزوة أحد فالحدث الأول ورد عن عند ابن إسحاق أنه نزل فيه الثمانية والثمانين الآية الأولى من سورة آل عمران هي حول هذا الحدث وفي بعض الروايات ستة وستين آية فيما يتعلق بهذه القضية وغزوة أحد أخذت أيضاً حيزاً كبيراً من آيات هذه السورة وهي أن هذا القيوم بعد أن آمن هؤلاء القوم فها هم ينزلون منازل المواجهة وتحمل المسؤولية أمام أعداء الله وأن هذه المواجهة تقتضي أول ما تقتضي الحوار والجدال والدعوة بإرجاع هؤلاء الناس إلى الحق فإن قبلوا فالحمد لله وهذا غاية المراد وإن لم يقبلوا فلا ينبغي أن تقبل الدنيا فلذلك كانت نهاية الحوار مع نصارى نجران أنهم لم يقبلوا ففرضت عليهم الجزية فإذا هذا نزال باللسان وجاهدهم به جهاداً كبيراً جهاد البلاغ والدعوة والبيان وإقامة الحجة على منتهى الوضوح والميدان الثاني مواجهة بالسنان وكان هذا في غزوة أحد والله قيم على مواقف هؤلاء القوم ما هو موقفهم في الجدال والحوار وما هو موقفهم في النزال بالسنان والله هو القيوم فإذا هذه مقاصد هذه السورة وزمامها فإذا والربط فيما بينها وبين ما قبلها وما بعدها من سور القرآن فهذا مما ذكره العلماء في هذا الباب وهناك أمور أخرى ولكن لو وقفنا مع هذه الأمور وتأملناها وظللنا كلما ابتدأنا نقرأ سورة آل عمران فنحن نتذكر هذا الزمام قيومية الحي القيوم الذي هو قائم على كل نفس بما كسبت بما كسبت وأن هذه القيومية إنما مردها إلى وميزانها ما هو أين موقفك من الكتاب الكتاب الهدى الذي أنزله الله عز وجل للمتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ثم جاءت سورة آل عمران لتقف مع المتقين لأنه الآن قيومية فلا بد من وضوح فلذلك هذه القيومية ميزانها الكتاب والكتاب هدى هدى لمن للمتقين من هم هؤلاء الموصفون بهذا الوصف هم الذين وصفوا بهذه الأوصاف إيمان دعاء صبر صدق قنوة إنفاق استغفار إلى ما سيمر علينا بإذن الله من خلال هذه الآيات فيتبين لنا وصف المتقين الذي ستكون قيومية الله جل جلاله على كل نفس من الناس وفق هذا الميزان والمعيار فيقول الله عز وجل ألف لام مين هذه الحروف المقطعة في أوائل عدد من سور القرآن وقفنا وقفنا معها في صدر سورة البقرة وذكرنا ماذا قال العلماء في تفسيرها ولكن كما قلنا هناك أن قضية اليقينية بمعرفة المراد فإن هذا أمر قد يصعب ولكن نظر العلماء متأملين في حكمتها فذكروا أقوالا من القول بأنها اسم للسور أو القول بأنها أسماء لله عز وجل إلى غير ذلك وقلنا أن لعله أقرب الأقوال وأظهر الأقوال أن هذه الأحرف إنما جئ بها لإيقاف المخاطبين بأن هذا الكتاب إنما يتكون من هذه الكلمات التي تتكون من هذه الأحرف وقد طلب منهم إن استطاعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن في ذلك التحدي أن يأتوا بمثله فعجزوا فقيل لهم بعشر سور فعجزوا فقيل لهم بسورة واحدة من مثله فعجزوا ومما يرجح هذا القول على غيره أنه بالتأمل في الآياء في السور التي ورد فيها ذكر الأحرف المقطعة فإنه يأتي بعدها مباشرة ذكر القرآن فها نحن في صدر سورة البقرة قال الله عز وجل ألف لا ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه وهنا ألف لا ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق فنجد فنجد في تلك السور بعد ذكر الأحرف المقطعة يأتي الحديث عن الكتاب يأتي الحديث عن الكتاب فإذا هذا بالنسبة لي الأحرف المقطعة يقول الله عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم طبعا هذه السورة كما قلنا مما ورد في سبب نزولها أنه وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفد من نصارى نجران هذا الوفد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ستين راكباء ستين شخصا وجاءوا في أحسن زي وملبس ومنظر تهيأوا لذلك لملاقات النبي صلى الله عليه وسلم ومجادلته فيما يتعلق بعيسى عليه السلام وأنه ابن لله وثالث ثلاثة فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوفد من أجل هذا الغرر وكان من بينهم أربعة عشر شخصا هم أشرافهم وكبراؤهم وسادتهم ومن هؤلاء الأربعة عشر ثلاثة أميرهم وكان يسمى عبد المسيح وهو أمير القوم عبد المسيح ومنهم ومنهم صاحب رحلهم ومجتمعهم الذي يدير أمورهم وهو الأيهم وثالثهم وهو أبو حارثة وكان أسقفهم وحبرهم وإمامهم وعالمهم وكان هذا الرجل ذو مكانة عندهم كبيرة بل ليس عندهم فقط عند عموم النصارى في زمنه لما كان منه من العلم في كتبهم حتى كان ملك الروم يبعث له ولقومه بالهدايا وينفقون عليهم لأجله ولما وصل إليه من العلم في كتبهم أبو حارثة هذا فكانوا يعيشون في رغد مما يأتيهم وخاصة هو ومن حوله ممن ينسبون إلى العلم بالنصرانية فكانوا يجدون من ملك الروم الهدايا والعطايا الكبيرة وكان هذا سبحان الله أحد الأسباب التي منعته ومن معه أن يقبل الحق لا أنهم ما عرفوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رسول الله ولكنهم خافوا أنهم لو أسلموا لنقطعت عنهم تلك العطايا ولم يكن ولم يكن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان عند قيصر الروم من الأموال ولذلك مما ذكر في مجيئهم أنه في طريقه عثرت به دابته فكاد أن يسقط وكان معه أخ له اسمه كرز فلعن الداب فقال لا تل لعن فلعن محمدا أي من يريدون أن يذهبوا إليه قال لا تل عنه والله إنه على الحق قال إذن كيف لا تؤمن به وأخوه كان لم يكن مثله في العلم قال إن كان هو على الحق فلما لم تؤمن به فذكر السبب ما هو السبب أنه لو آمن لم تنع ملك الروم أن يبعث له من تلك العطايا فقدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجلسوا عنده أياما يحاوروه ويناقشوه في قضية عيسى فكان يرد على شبههم ويجيبهم بما يسكتهم حتى عندما انتهى نقاشهم قال أسلموا فرفضوا فحذرهم عقوبة الله إنهم رفضوا فقالوا يا محمد ألست تقول أن عيسى كلمة الله وروح منه قال نعم قالوا يكفينا هذا منك ورفضوا أن يدخلوا في الإسلام ففرض عليهم الجزية فقبلوها وقالوا ابعث معنا رجلا يفصل بيننا في خصومة بيننا في أموال وأرض وتركوا الحق فيما يتعلق بالهدى وقبلوه في أمر الدنيا فبعث معهم أبا عبيد بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه ليقوم بهذه المهمة فهذه الآيات نزلت لبيان هذا الأمر وهي قضية الألوهية والعبودية لله الواحد الأحد وعدم الإشراك به ولذلك كانت البداية بالرد المجمل أن الله عز وجل هو الحي القيوم والابن فيه من أوصاف أبي ولذلك مما ذكر في الحوار ألستم تكرون بأن عيسى مات لأنهم يقولون صلب قالوا بلى فقال كيف يكون الإبن يموت والأب لا يموت إن كان الأب لا يموت فالإبن يكون فيه من صفات أبي فبكلمة الحي أبطل تلك الدعوة واضح فلذلك كان هذا الحوار فيما بينه صلى الله سلم وبين نصارى نجران والقرآن كما تبين لنا ونحن استعرضنا سورة البقرة كيف أن الله جل جلاله يؤيد رسوله صلى الله عليه وسلم بالحجة والبرهان ينصره ويؤيده فكان القرآن يتنزل وفيه الإجابة على ما يلقونه من الشبه لا لأنه صلى الله عليه وسلم الأمر محل شبه لكن لكي يستبينوهم ويستبصرهم ويدركوا ما هم فيه من الخطأ والضلال والجهل والبعد عن الحقيقة فإذن هذا سبب نزول هذه السورة والآيات التي نزلت في أولها لهذا الأمر العظيم وهو المجادلة باللسان والحوار باللسان مع أهل الكتاب ومع النصارى خصوصا ومع النصارى خصوصا فقال الله عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله لا إله إلا هو هذه هذه قضية هذه هي القضية الأم والقضية الأساس التي يقوم عليها الدين كله ما هي قضية أنه لا إله إلا الله قضية أنه لا معبود بحق إلا الله الدين إنما يقوم ويؤسس ثم يفرع على هذا الأصل العظيم قضية الألوهية هي التي بعث بها جميع الأنبياء والرسل ما من نبي بعثه الله إلى قومه إلا وقضيته أعبد الله ما لكم من إله غيره إشكالاتهم تنوعت مخالفاتهم تعددت والعلاج واحد من انتشر فيهم السحر ناداهم رسولهم بقوله أعبد الله ما لكم من إله غيره من انتشر فيهم عبادة الكواكب ناداهم رسولهم بقوله أعبد الله ما لكم من إله غيره من انتشر فيهم تطفيف المكيال ناداهم رسولهم بقوله أعبد الله ما لكم من إله غيره من انتشر فيهم اللواط ناداهم رسولهم بقوله اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وهكذا كل نبي كانت دعوته الإصلاحية لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وهل سيأتي إنسان لإصلاح الناس بغير ما جاء به مئة وأربعة وعشرين ألف نبي وثلاثمئة وأربعة عشر رسولا هل سيأتي الإنسان بشيء يصلح الناس غير ما جاء به هؤلاء الأنبياء والرسل من أولهم إلى خاتمهم صلوات الله وسلامه عليهم لا نتخيل لا نتخيل ولا يمكن لذلك من اهتدى بالقرآن يدرك هذا الأمر بكل وضوح لا إصلاح يقوم على غير التوحيد وكل إصلاح لا بد أن يقوم على التوحيد والإيمان لأنها هي دعوة كل الأنبياء عالجوا بها كل تلك المشاكل في أممه وواجهوا بها ذاك الصد في كل تلك الأحوال الأحوال فإذا لا نتصور أن يكون إصلاح لهذا الإنسان إلا بالدعوة للإيمان والدعوة للتوحيد والدعوة لإفراد الله عز وجل بالعبادة فقوله جل جلاله الله لا إله إلا هو الله البدء بهذا الإسم العظيم الجليل هذا الإسم الذي لا يثنى هذا الإسم الذي صرف البشر أن يتسموا به أو يدعيه أحد هذا الإسم العظيم الله الله الإسم الفريد فعندما تأتي القضايا المهمة فنجد الرب جل جلاله يصدر ذلك الأمر أو يدير تلك القضية على لفظ الجلالة الله ليملأ قلب المخاطب بالهيبة والجلال والعظمة والخشية والخوف والوجل والحب لهذا الرب العظيم بما يحطم هذه المعاني أن تنصرف إلى غير من له هذا الإسم العظيم الله فالذي يخشى الله الذي يهاب ويجل ويكبر الله الذي يعظم الله الذي يُطاع وتنقاد له النفوس تمام الإنقياد الله الذي في طاعته العزة الله الذي في طاعته الأمن الله الذي في عصيانه الخوف والوجل الله الله ليس غيره أبداً فعندما تأتي القضايا العظمى الكبرى فنجد لفظ الجلالة الله ذلك أعظم آية في القرآن بماذا صدرت الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم فلفظ الجلال أمره عظيم ووقعه كبير على النفس فلذلك هذا المعنى نجد أن هذه الآية لما ما قلنا من قول العلماء أن المراد إقامة هذا الزمام في نفسك يا ابن آدم أن الله جل جلاله قائم على كل نفس بما كسب فلا أليق من أن يؤتى في صدر هذه الآية إلا بهذا الإسم العظيم الجليل الله ثم لا إله إلا هو لا أن نافي للجنس التي تنفي كل كل مفردات هذا النور نفياً جازماً عاماً لا إله وإثبات هذا الوصف لواحد أحد فرد صمد هو الله الله لا إله إلا هو لا معبود بحق إلا هو والإله هو المألوف المحبوب والمألوف المحبوب المطاع المتبع في كل مناحي الحياة في كل شيء تفعله بإرادتك لا بد أن يكون الله هو إلهك في ذلك الأمر هو من أردت أن تطيع ومن أردت أن تعبد ومن أحببت أن تكون في طاعته ومن رأيت عزتك في الإنقياد له الله هو الإله الذي تعبده في كل ما تفعل لا غيره فإذا ما علمت هذا المعنى وهذا الحق العظيم وهنا تأتي طريقة القرآن التي لا يسعنا إلا أن نذكر بها دائما لأن القرآن هو يذكرنا بها دائما القرآن يذكرنا بهذا الواعظ الأكبر يذكرنا بمفتاح قلوبنا يذكرنا بما يجعلنا نخضع ونقبل بل نفرح بل نخاف أننا نبتعد عن هذا الإنقياد ما هو الأمر الذي يوجد فينا هذه المعاني عندما يذكرنا الله بأسمائه وصفاته عندما يذكرنا الله بما يجعلنا نستحضر معية الجلال والعظم لرب عظيم كبير متعال عليم سميع بصير لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء عندما يذكرنا بمن يدبر الأمر بمن يعطي بمن يمنع بمن لا ينام ولا يسهو عندما يذكرنا بهذه الأسماء فيستحضر الإنسان أن الله معه وأن الله يراه أينما كان وأنه لا يخفى على الله شيء وأي معية؟ معية جلال فاسم يوجد في قلبك الوجل واسم يوجد في قلبك الحياء واسم يوجد في قلبك الرحمة وهكذا هذا الواعظ الأكبر الذي لن تجد صفحة واحدة في المصحف كله تقرأها دون أن تجد هذا الواعظ يناديك أبداً لن تقرأ ورق في المصحف إلا وتجد هذا الواعظ يناديك بل بين الآية وآية أخرى آية ثلاثة وتجد يتكرر هذا الواعظ يناديك لأن الله حكيم ولأن الله رحيم ولأن الله يعلم ما يصلحه ولكن هل أنت تتلقى هذه الطريقة الربانية وتعامل نفسك وتربيها وفق كتاب الله عز وجل فيصلحها لك القرآن ويزكيها لك القرآن ويجعلك من المتقين القرآن ويجعلك من عباد الله الصالحين القرآن هل أنت تتلقى القرآن كما يريد من أنزل القرآن ليصلح حالك بالقرآن فلذلك بعد هذا الإخبار الله لا إله إلا هو وعرفنا ما معنى الألوهية معنى خضوع معنى استسلام معنى قياد معنى القبول معنى الرضا لأي شيء لما جاءك من عندي الله ثم أنه ليس هناك أحد صاحب حق أن يأمر فيك بإطلاق إلا هو الله الله الكل من قال لك شيئا وافق ما يريده الله فنعم إن كان غير ذلك فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وهذا مقتضى الألوهية وهذا هو العقد هذا هو أعظم عقد وأشرف عقد وأقدس عقد يُبرم في هذه الدنيا بين العبد وربه وقضيته الألوهية عبادة الله وحده ثم الحكيم العليم يفتح عليك من البراهين ما يجعلك تقبل لأنه رحيم ليست القضية إقامة الحجة لكي يكون الإنسان من أهل النار ولكن يريد الله أن تكون من أهل الجنة ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم كيف يفرح الله بتوبة عبده كيف وجدنا في القرآن الله يقول لكليمه موسى ونبي الله هارون ويأمرهم أن يذهبا إلى من إلى من يقول للبشر أنا ربكم الأعلى لمن يقول هذا القول فيقول الرب بحق لكليمه ونبيه هارون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى والله إن الإنسان يتعجب كيف لا تطير قلوب البشر طيرانا إلى ربهم هذا الرحيم جل جلاله ويتعجب هل يجد الناس مأوى أرحم لهم من ربهم عز وجل وأرفق بهم وأعلم بهم وأرحم وأكرم في عطائهم لكن هذا هو شأن القلب عندما والعياذ بالله يصده إبليس ويغلفه فلذلك هنا داعي هذا القبول هو الحي القيوم ولذلك جاء في الحديث أن هذا الاسم الأعظم وقلنا فيما يتعلق بالاسم الأعظم على الصحيح أن الاسم الأعظم هو ما دل على ما كمال ما يتعلق بصفات الذات وصفات الأفعال ما يتعلق بكمال صفات ذاته العلية وما يتعلق بصفات أفعاله وتدبيره في هذا الكون والجمع بين هذين الاسمين حقق هذا المعنى فاسمه الحي جامع لكمال صفات الذات فيستلزم ويتضمن اسم الحي كل ما يتعلق بكمال الذات فهو السميع البصير جل جلال وهو القوي وهو العزيز فكل ما يتعلق بصفات الذات فهو داخل في اسمه الحي وما يتعلق بصفات الأفعال فهو داخل تحت اسمه القيوم فهو قائم بذاته لا يحتاج إلى أحد وغيره قائم به لا يمكن أن يستغني عنه وهو قائم عليهم بمعنى أنه يحصي عليهم ما يفعلون وهو قائم عليهم بمعنى يجازيهم على ما فعلوا إذن هو قائم بذاته لا يحتاج إلى أحد وغيره لا يقوم أمره إلا به جل جلال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني هذا ثاني إذن هو قائم بذاته لا يحتاج إلى أحد سوى غيره كل شيء سوى كل شيء على الإطلاق لا يقوم أمره إلا بالقيوم جل جلال ثالث أنه قائم على كل نفس بما كسبت فهو قائم عليها يحصي كل شيء تفعله الرابع قائم على كل نفس بما كسبت ليجازيها عليه فكل ذلك من معاني قيوميته سبحانه وتعالى فالله جل جلاله هو الحي القيوم هو الحي القيوم فاجتمع في هذين الإسمين كمال صفات الذات وكمال صفات الأفعال كمال صفات الذات في اسمه الحي وكمال صفات الأفعال في اسمه القيوم ومن تدبيره جل جلاله وقيوميته أنه جعل في بعض مخلوقاته شيئا من هذه القيومية فلذلك ذكر وصف القيام للناس في أمري الأول ما هو المال الذي به عيش الناس فإن الإنسان لا يعيش بدون أن يأكل ويشرب وأن يجد مسكنا والذي تدار به هذه المصالح كلها ما هو المال فجعل الله المال قوام الحياة والإعجاز في أن جعل الثمنية في النقدين على مر تاريخ البشر من الذي علق الناس بهذين النقدين الذهب والفضة من الذي جعلهم يتناقلون ذلك وكل شيء يرتقي وينزل يرتقي وينزل وتبقى الثمنية في هذين من الذي جعل الناس يسلمون لهذا الأمر القيوم جعل المال قوام فقال وَلَا تُؤْتُوا السُّفَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا الأمر الثاني الذي جُعِلَ فيه القيام للناس الكعبة رمز الدين جعل الله الكعبة البيت الحرام قيامًا للناس فالله هو القيوم والله عز وجل جعل في هذين الأمرين سبب قيامًا للناس وسبب بقاءٍ لهم وها نحن نرى أثر قيوميته في هذا البيت من الذي يحفظه من الذي أبقاه الله القيوم القيوم القائم على كل شيء وعلى كل أمر فأراد أن يكون هذا البيت قيامًا للناس فكان قيامًا للناس ما بقي فالحياة باقي ومتى ما أراد الله أن تنتهي هذه الحياة يكون الإذن بسقوط بنائه عندما لا يبقى وهذا الربط العجيب حتى لا يظهر أن الحق انهزم متى يكون هدم البيت عندما لا يكون على ظهر الأرض ولا رجل واحد ولا إنسان واحد يقول الله الله عندما يبعث الله تلك الريح الباردة لتقبض أرواح المؤمنين فلا يبقى على ظهر الأرض مؤمن فعندها يؤذن بهدم البيت أما أن يبقى واحدا ممن جعل البيت لهم فلا يمكن لأحد كائنا من كان أن يسقط بناءه لماذا لأن القيوم أراد ذلك وهذه آية عظيمة وهذه آية عظيمة فالقيوم لماذا لا نتأمل لذلك الله قال عن البيت فيه آيات بينات واضحات لمن يتفكر فيها لكن من الذي يتفكر من الذي يتأمل فها هو البيت يبقى كان باق وضع وبقي وصرف الله عز وجل عنه أخبر بأن رسالته أن يكون هدى أهل الجاهلية عبدوا الأحجار وصرفوا أن يعبدوا أحجار الكعبة يأتون بالأصنام عند البيت وهي من الأحجار وما عبدوا أحجار البيت حتى لا يكون البيت ولا في مرحل من مراحله أنه كان رمزا للظلال فهو بيت هدى منذ أن وضعه الله جل جلال فإذا هذا من القيام فالله هو القيوم جل جلاله فوضع في هذا البيت قياما وها نحن نراه ووضع في المال قياما وها نحن نراه ألا يدل هذا ألا يرشدنا هذا أن من قال هذا القول في الكتاب هو الحق وقال الحق وهو القاهر وهو القوي جل جلاله إذن إن انحرف الإنسان عن هدى القرآن من سينقذه من الوعيد الذي جاء في القرآن وإن عمل الإنسان بالقرآن من سيكون أسعد منه في الدنيا وإذا لقي الله فهل يكون أحد أوثق بما يعمل من مؤمن وهل يكون أحد أرضى بما يفعل من مؤمن وهل يكون أحد أكثر طمأنين في أن يقوم الناس بمثل ما يقوم المؤمن لو كل الناس انصرفوا عن الحق ليست قضيته ويشعر باطمئنان أن ما هو فيه هو الحق لأنه وجد ذلك في القرآن فالقيوم جل جلاله القائم على أمر كل شيء وأن كل شيء محتاج إليه وأنه أظهر لنا آيات من قيوميته نراها بأم أعيننا ونلمسها في تعاملنا ولم تتغير فهل يكون هذا دليل يدلنا على القيوم فلذلك البيت يكون مرشدا إلى إلى العلم بالله فمن البيت تصل إلى قضية العليم تصل إلى قضية القيوم تصل إلى قضية العظيم الله هو العظيم وهو الذي أمر بتعظيم بيته فالله لا إله إلا هو الحي القيوم إذن هذا الزمام الذي ابتدأت به هذه السورة ولذلك حقيقة من قال من العلماء أن زمام سورة آل عمران في آيتها الأولى فوالله كم في هذا التأمل من دليل على صدق ما قال وأنه فعلا بعد بيان الكتاب فإن هذا هو أعظم أعظم برهان لأن تنعقد القلوب على قبول الحق وأن تنقاد له وأن تشعر بالعزة عندما تعمل بهدى هذا الكتاب فتتذكر هذين الإسمين العظيمين الجامعين لصفات الذات وصفات الأفعال نسأل الله سبحان وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا اللهم يا الله يا الله يا ذا الجلال والإكرام حبب إلى قلوبنا القرآن اللهم حببه إلى قلوبنا اللهم يا الله أعن على قراءته والقيام به آناء الليل وأطراف النهار اللهم فهمنا مرادك اللهم أعن على العمل به اللهم ارزقنا الصدق معك اللهم يا الله احشرنا في زمرة أهل القرآن واجعلنا من أهل الجنان إنك جواد كريم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة